موسيقى 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 كان عنده إصابة في العدل الخلفية بفكركم بس بالإصابات صلاح محسن كان عنده إصابة في العدل قدام كل دي تمزقات وليست إصابات عادية يا رامي ربيعة بيطلع من الإصابة بيدخل في إصابة الموضوع مع رامي ربيعة يعني ربنا يا ربي شفي موضوع صعب جدا لما اللعيب يقابله إصابات كتير ويطلع من الإصابة يدخل في إصابة وحاجات يعني صعبة جدا بالنسبة لعيب الكورة حاجات مميتة كمان مش صعبة جدا بس دعوتنا لرامي ان هو يرجع ويرجع بسرعة جدا كمان كابتن محمد يوسف بيجتمع مع النجم الجديد نادي الاهلي محمود وحيد بيطمنه وبتطمن منه على كل طموحاته بيقول له شكل النادي الاهلي ويبقى شكلك ايه في نادي الاهلي ومطلوب منك ايه الفترة اللي جاية يعني بيبقى كلام في الكواليس كتير جدا بين المدير الفني واللاعب الجديد بيدخله في اجواء النادي الاهلي تعالوا نتكلم عن قرعة المجموعات اللي قيمت النهاردة وكان النادي الاهلي دخل في مجموعة الحمد لله انها مجموعة سهلة نوعا ما يعني شبيبة الصورة الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكنغولي والنادي الاهلي المصري اعتقد انها مجموعة الحمد لله يعني شبه شبه سهلة لكن ما فيش سهلة في الكورة زي ما احنا اتفقنا مع حضراتكم المجموعة فرقها اقول لها كتاني شبيبة الصورة الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكنغولي والاهلي المصري قدام حضراتكم المجموعة قدام حضراتكم ايه شبيبة الصورة الجزائري وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكنغولي والنادي الاهلي المصري كل التوفيق النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يتربع على عرش هذه المجموعة تعالوا لكم المجموعة الاولى لوبي ستارز الناجيري قدام حضراتكم واسك الافواري وسان داونز الجنوب افريكي والوداد المغربي مجموعة صعبة نوعا ما ستارز الزنبابوي واورلاندو جنوب افريكي وحرية الغيني والتراجي التنسي مجموعة التالتة ودي المجموعة الصعبة جدا اللي وقع فيها نادي الاسماعيلي مع شباب كوستنطينا الجزائري والافريك التنسي وامازنبي الكنغو لأسماء تخد يعني الله يكون فعون الناس اللي في المجموعة دي الافريكي وامازنبي وشباب كوستنطينا الجزائري مباراة تبقى مباراة صعبة جدا مباراة يعني في غاية الصعوبة معايد مباراة دور المجموعة الجولة الاولى ان شاء الله تكون احد ايام 11 و 12 و 13 يناير الجولة التانية تكون احد ايام 18 و 19 و 20 يناير الجولة التالتة زي ما قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين الجولة التالتة احد ايام 1 و 2 او 3 فبراير الجولة الرابعة احد ايام 12 و 13 و 14 الجولة الخمسة تكون احد ايام 8 و 19 و 10 الجولة السادسة تكون احد ايام 15 و 16 و 17 مباراة الاهلي كالتالي الجولة الاولى الاهلي و فيتا كلوب يوم 11 او 12 او 13 أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من شهر يناير والجولة الثانية شعبت الصورة الجزائري الأهلي إن شاء الله في الأهلي 18 أو 19 أو 20 يناير الجولة الثالثة والأهلي والسيمبة أحد أيام 1 و 2 و 3 فبراير الجولة الرابعة هيكون سيمبة مع الأهلي أحد أيام 12 أو 13 أو 14 فبراير الجولة الخامسة هيكون في تكلوب مع الأهلي أحد أيام 8 و 9 و 10 مارس الجولة السادسة إن شاء الله ليكون فيها الأهلي متربع على كمة هذه المجموعة تكون بين الأهلي و شبيبة الصورة 15 أو 16 أو 17 من شهر مارس المقبل إن شاء الله دي كانت مباريات النادي الأهلي هنقولها لك تاني و هنتكلم فيها مع ديوفنا الكرام اللي شرفونا بعد قليل الكونفدرالية واللي بيمثل فيها مصر نادي الزمالك هيلعب دور الـ 32 مع اتحاد تنجا المغربي الزمالك وقع في التصنيف الثاني مع أندية الرجاء دم حضراتكم وكمبالا سيتي الأغاندي وصفاكس التونسي ونهضة بركان المغربي دي كانت أرعة دور المجموعات بطولة الأفريقية والكونفدرالية الفدرالية اللي بيمثلها نادي الزمالك تعالوا أفكاركوا تاني أقولكوا تاني بسرعة الناس المهتمة طبعا أكيد كلنا مهتمين بمباراة الأهلي هيكون أحد أيام أول مباراة تكون أحد أيام 11 أو 12 أو 13 من يناير الأهلي مع فيتا كلوب الجولة الثانية هتكون شايفية الصورة مع الأهلي هتكون 18 أو 19 أو 20 يناير إن شاء الله الأهلي في سيمبا الجولة الثالثة أحد أيام 1 و 2 و 3 فيبراير جول ربعة سيمبا في الأهلي أحد أيام 12 و 13 و 14 فيبراير الجولة الخامسة في دا كلوب مع الأهلي أحد أيام 8 و 9 و 10 مارس والجولة الثالثة والأخيرة في عزين مجموعة تكون بين الأهلي و شبيبة الصورة أحد أيام 15 و 16 و 17 من مارس المقبل إن شاء الله كونفدرالية زي ما قلت حضراتكم الزمالك اللاعب إن شاء الله اتحاد طنجة المغربي دي كانت أخبار أرعة المجموعات و كمان الكنفدرالية مجموعة الأهلي تكون إن شاء الله سهلة نوعا ما الأهلي إن شاء الله قادر إن هو يكون على رأس هذه المجموعة مجموعة الإسماعيلي مجموعة مميتة مجموعة صعبة جدا مجموعة يعني مميتة زي ما بقول لكم فيها فيها فرق كبيرة وفيها فرق أعتقد أنها تبقى منافس صعب قوي نادل إسماعيل أفريق التونسي مازينبي كونغولي شباب كوستنطينا الجزائري فرق من العار الصغير قلنا لكم إن خلاص رمضان صبحي كل الصفقات اللي كنا بنتكلم عليها بصراحة نادل أهلي جابها حتى لو حتى لو الفلوس كتير يعني سمعين فلوس رمضان كتير ده فلوس مش عارف كتير مش عايزين حتى بيتكلم في الفلوس لو كلمنا في الفلوس ناس كتير قوي تزعم أوي إحنا بنجيب 3-4 صفقات في السنة أو 5 صفقات في السنة فيه غيرنا بيجيب 50 صفقة في السنة مفيش مشكلة خالص ولا بنتكلم إحنا مش مهتمين بحد خالص لكن لما نسمع بقى أصل رمضان رمضان لعيب تقيل جدا جايم الدور الإنجليزي لما يبقى حد يجيب لعيب محترف جايم الدور الإنجليزي يبقى يسمعني الفلوس بتاعته كان إحنا بنجيب لعيبة محلية بنسمع فيها أرقام غريبة بنجيب لعيبة عربية بنسمع فيها أرقام غريبة الأهل نادي كبير لازم يجيب لعيبة على المستوى أو العيار السقيل في لسهم إيه بقى دي مش مشكلة خالص 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 بالنسبة لنا عايزين نتكلم كمان عن الانتقادات اللي نالت النادي الأهل في الفترة السابقة في كل حاجة بصراحة في كل حاجة يعني بيحضرني دايما بيحضرني دايما مقولة للكابتن محمود الخطيب أيام الانتخابات يعني وصل به لحد من كتر الضغط والانتقادات اللي عليه إنه كان بيقول في أحد اللقاءاته بالأعضاء الجماعية العمية بيقول يا جماعة ده أنا حتى أنا بدأت أشك إن أنا لعبت في نادي الأهل يعني شوية شوية يقوله ده الكابتن الخطيب على حد كلامه ده محمود الخطيب ما لعبش في نادي الأهل الانتقادات ساعات بتبقى صعبة جدا وساعات بتبقى من ناس جهلة جدا جدا وساعات بتبقى من ناس مريضة جدا جدا دايما الناس بيشوفوك أنت في الجزء السلبي فيه ناس كده ما تحبش تشوف النور فيه ناس بيحبوا يقولي الحاجة قبل ما تتولد أساسا فالحمد لله لو ما كانش فيه ناس قادرة إنها تتحمل الضغط وتتحمل كمية الانتقادات اللي تحملها نادل قال الفترة اللي فاتت وكمية الصعوبات اللي وجادها نادلقال اللي فاتت كان نادلقالي كانت تاني خالص لكن الناس صبرت وسكتت واستنت لغاية لوقت المناسب بدأت تطلع بكل حاجة والحمد لله كان ربنا معنا كان معنا مبارح العميد محمد مرجان وكان بيقول احنا بنشغل في ظروف صعبة والحمد لله عدنا منها وانا قلت له ربنا دايما بينصر الناس اللي تشتغل في ظروف صعبة في الآخر والحمد لله ربنا دايما بينصر وبيوري الناس كلها النادلقال دايما بيبقى محق نبتكلم في العموم لكن في ناس دايماً كده ناس عندها عقد كبيرة جداً وعندها مرض اساس ان هو دايماً يشوف فيك الحاجة السلبية يعني يشوفك لو بتعمل ايه هو يشوف فيك نقطة سلبية بروح مركز عليها يسيب كل إيجابياتك ويبص لنقطة السلبية هديكم أمثلة كتير جداً بقى ديكم أمثلة كتير جداً مش على صعيد معين على أي صعيد يعني مثلاً أيام في لافيو والإنطابات اللي كانت على فلافيو اللي كان اي مدرب ساعتها كان مش هيقعد في لافيو كان هيمشي كان همشي خالص لكنني والجوزيء قعدوا وبقى نجمة الدنيا كلها فلافيو نجمة الدنيا كلها لبطarem قد نحن لان في لافيو كان بيحيب ماتش كنا بنقول لافلافيو غاب ماتش هنعمل ايه من غير فلافيو وكان مجموعة كبيرة جداً من لعبة ويجوم كبيرة جداً لكننا بكلمكم في كمية الضغط وكمية النقد الجهيلي الجاهلي نقض جاهلي ونقض من ناس مريضة ده فلافيو يعني ده مثال وأمثلة كتير جدا بتحصل يعني مثلا كريم ندفد كريم ندفد الدنيا اتقلبت عليه السنة اللي فاتت كريم ندفد النهاردة نجم الأهلي أنا بكلمكم في العموم يا جماعة بكلمكم في العموم بتكلم ليه؟ بتكلم علشان احنا لازم نصبر شوية الكلام بقاش في وقته لكن أنا بتكلم بعدما الاحداث بتاهدها وبعدما الناس بتاهدها وبعدما الناس بتقول والله لا ده بصراحة اللعيب ده كان لازم يقعد في ند الاهلي أنا بتكلمش على الاهلاوية خالص الاهلاوية ينتقدوا ويعملوا احنا مع بعض مافيش أي مشكلة خالص أنا بتكلمع الناس بقى اللي هي الهدامة لان الاهلاوي لما بانطقت فريقه وقايت 포ريقه احسن واحد في الدنيا أنا بتكلم بقى عالناس التانية اللي هو يطلع ينطقت كريم ندفد وبعدين بعدها تلاقيه على طول بيشيت بكريم ندفد ما تفهمش ازاي وليد أزاره أول ما جه ده دي الصفقة اللي جبتوها دي مش عارف إيه اللي جبتوه ده مش عارف مين أجيه ده مش عارف مين ولازم كان ده مش عارف يلعب ده مش عارف يجري ده مش عارف يباصي ده مش عارف يوقف نقض هدام ونقض لو أنت ركزت معاه أنت كشخص عادي تموت أساسا مش تلعب كورة أنت تموت أساسا تاكيس برضو في أول السنة كانوا ممكن لو الراجل ده دم أود الناس ودانه كان ممكن ياخد شنطته وقول يا جماعة إيه ده جماعة ده أنا ما عنديش فكرة ده بصراحة الجهابزة بتوعنا هنا والناس النقاض العالميين اللي هنا في مصر لا لا ده أنا ما عنديش فكرة ولازم روح بلدي بصراحة بعد كده تاكيس بيقول يا جماعة أنا مدرب قوي جدا وأنا بدي درس في الكورة للي عايز يتعلمه اللي عايز يبني فرقة أو اللي عايز يشتغل بأقل إمكانيات لعيبة هو شايفهم نجوم وشايفهم كنوز وإحنا شفناهم بعد كده نجوم وكنوز بدأت الأندية تتهافت على لعبي وأدي دجلة من خلال هذا الرجل العالمي بصراحة في شكله حتى في الدوري المصري أنا بقول العالمي في الدوري المصري ظاهر بشكل عالمي فالنقض ممكن يموتك ممكن يقتلك ممكن تشوفيني أنا بنتكلم بنتكلم مثلا ساعتين لكن أنا مثلا مسكت المجة أشرب حاجة مثلا عشان أعرف أكمل كلام يقول لك ده بص ده شايف إيه ده بشرب على الهوى حاجة بصراحة تخليك أنت تزعل على الناس دي وتخليك تزعل على المستوى الثقافي اللي احنا بنمر بيه المستوى الثقافي الرياضي في بلدنا نقض هدام ونقض مميت وحاجة صعبة جدا حاجة صعبة جدا يا جماعة يعني اللي بينتقد أولا لازم يكون هو مؤهل للانتقاط ما بقاش فيك انت كل العبر وتطلع تنتقد في حاجة الناس بتتمنى أنها حتى تلف حواليه في العموم كمان يعني سيبت من نادل آلي دلوقتي خلينا هنخلي نادل آلي لأنه نادل بعيد عن أي حاجة بصراحة ونادل آلي بيثبت لكل لكل الناس أنه هو في كل مرحلة هو بعيد عن أي حد هو هو فكره بعيد عن أي حد مهما كان من اللي بمثلوه مهما كان من اللي بمثلوه تخيلوا بقى المسؤولة عن نادي القليل دلوقتي راجل يعني دايما بقول اتمرمط في تراب النادي أنا أقصد أنه اتمرمط في تراب النادي بالمعنى الحرفي لكلمة اتمرمط في تراب النادي عشان كده هو أكتر واحد حريص أنه هو يكبر بالنادي ده ويخليه في السماء كمان كل الموجودين في نادي القليل على مختلف العصور بصراحة فلما تيها حدرة تتكلم لازم تكون مؤهل للنبض لازم تكون أنت عندك ثقافة النبض لازم تفهم وتشوف أن فيه نور قبل ما تشوف فيه ضلمة لازم تعرف أن فيه جزء كبير قوي مليان قبل ما تشوف الجزء الصغير قوي الفاضي لازم تعرف النقد بتاعك ده سهم بقتل لو الإنسان ممكن يشوفه أو يسمعه لكن هنا يعني أو في الطبيعي الناس الجامدة اللي هي بتدي دايما ضهرها للنقد الهدام وتدي وشها وسدرها وقلبها للنقد البناء على عينها وعلى الرسمة كمان لكن الناس دي يعني الله يكون فيه عنكم بصراحة الله يكون فيه عنكم ومش عارف أنت حياتكم كمان الشخصية شكلها إيه وعملة إزاي مع بعض يعني يلا النادي الأهلي دايما كبير والنادي الأهلي دايما عايز يلبي كل طلبات جماهيره حتى لو كانت صعبة قوي مهما كانت بيحاول يعمل كل حاجة أنا وقلت لكم أن الكابتل محمود الخطيب مشكلت وأنا شايفها مشكلة أنا شايفها مشكلة أن هو عايز يرضي كل الجماهير الأهلوية قبل ما يرضي أي حد تاني عايز يرضي كل الجماهير الأهلوية دايما مهتم بكل رأيه أهلوية أنا شايف أنها مشكلة بس هو بيحاول يعمل كده علشان هو يعني في النادي الأهلي من أول ما بدأت تفتح عينيه فهو عارف وحاسس بنبض الجماهير الأهلوية لكن ترضي الجميع دي صعبة جدا لكن هو بيحاول يعمل كده وربنا طبعا معاه ومع كل مجلس الإدارة المحب والعاشق لهذا الكيان الكبير كل يوم النادي الأهلي بيثبت أن هو نادي كبير جدا بيثبت أن هو نادي يستاهل الشعبية الكبيرة دي جدا كل يوم الجميع الأهلوية بتثبت أنها على حق وصوت الجميع الأهلوية دايما بيسمع ودايما بيوجع ودايما بيضرب حتى لو على المدى البعيد وانتوا فاهمين الكلام إزاي اوه أتيجوا على الجميع الأهلوية اوه أحد ييجي ناحية النادي الأهلي النادي الأهلي إن شاء الله يفضل كبير محمود وحيد النهاردة نزل التمرين دي صفقة نادي الأهلي الجديدة وإن شاء الله رمضان صبح في القريب العاجل دي لقطات من أو لقطات للنجم محمود وحيد وعرفنا كمان إن أعتقد جيراردو تأيد مكان كولي بالي الأفريق خلاص اللي بيلبس تشارت النادي الأهلي بدخل في الأجواء النادي الأهلي سيد عبد الحفيز أنتوا عارفين لعبة الأهلوية المفضلة لعبة الطيرة في قط النادي عم حارس نجم في اللعبة دي يا جماعة عادل مصطفى نجم عادل مصطفى بصراحة عدى دوره على أحسن ما يكون دي فعلا الأهلوية هي دي الروح الأهلوية الراجل عارف إن هو مش موجود حمد يوسف عارف إن هو مش موجود فني لكن بيعملوا شغلهم كأنهم عايشين في المنصب لآخر يوم في أمره هو ده المطلوب أهو ده الطبيعي بتاع النادي الأهلي باسم ومحمود وحيد ودي الكلام أو ده الحوار اللي حصل بين محمد يوسف ومحمود وحيد أكيد بيعرفوا على أجواء النادي الأهلي بيقولوا شخصية النادي الأهلي لازم تتحمل النقد ولازم تعرف إن في ناس جهلة زي ما أنا قلت لحضراتكم كده بتنتقد من غير أي حاجة خالص بس هم أساسا ممكن لو شفتهم أساسا يعني تطبع عشرين جنيه وتدها له من كتر ما هم صعبين عليك لكن ينتقدك ويعني يشرحك بالانتقاط أنا مش عايز أتكلم بصراحة في الموضوع ده أكتر من كده محمد يوسف أكيد بيقوله لازم تدخل في وسط اللعيبة لازم تعرف نادي الأهلي نادي الأهلي مختلف عن أي نادي ما احترمنا لكل الأندية نادي الأهلي علي ضغط جماهير الجمهور تاعة نادي الأهلي ما بيرضاش بأي حاجة غير المكسب والبطولات تتحمل النقض النقض الأهلاوي أكيد نقض بناء اللعيبة عايزة تشوفك أو الجمهور عايزة تشوفك فأحسن مكان في الدنيا ده الحديث أو ده محور الحديث اللي تكلم معاه أول اللي هيكون تكلم معاه محمد يوسف والنجم محمود وحيد شايفين صالح جمعة كمان ما شاء الله يعني داخل في فرمة جميلة جدا خلاص كمان جونير أجايئ أهو كمان مع باسم إن شاء الله كل اللعيبة ترجع والأهلي يرجع مرعب تخيلوا الأهلي مرعب وكان القايمة بتاعته ما بتكملش 14 لعيب تخيلوا بقى إن شاء الله يرجع بسرعة كل اللعيبة ترجع بسرعة كل المصابين يرجعوا بسرعة النادي الأهلي يكتمل هتشوفوا نادي أهلي تاني عايزين إحنا جماعك أهلوية نبقى ضد الحرب على اللعيبة ناصر ماهر شفتوه بعد ما كنا بنقول ناصر ماهر دلع دلعب مش عارف إيه دلعب ناصر إيه شفت ناصر ماهر كان أحسن واحد في مبارات أسيوبي كان أحسن واحد ندفد ناس كتير جدا ناس كتير جدا جدا من النادي الأهلي لو كانوا قدوا إيدانهم للناس اللي أنا بقولك عليها مريضة وبتنتقد بمرضة وبتنتقد بحجض كان زمانهم بطلوا كور مدربين كان زمانهم مشوا من والجزيء إصراروا على فلافيو كانت كل الناس بتنتقد من والجزيء من والجزيء في تجربة الأولى من عاد الأهلي الناس مشوهوا كابتن خطيب جابه ومجلس الإدارة ساعتها جابه تاني لأنهم مؤمنين بقدراته والراجل قسر الدنيا بعد كده مشكلة المشكلة إن بقى عندنا وش مكشوف أهو يا جماعة يعني أنا النهاردة مثلا أطلع أنتقد حد تاني يوم أشيد بيه مش مثلا لا أنا مثلا جماعة أنا آسف عادي جدا أنا ممكن أنتقد حد وأبقى غلطان يعني لأنا أقول يا جماعة يعني أنت كيس مثلا أنا في الأول مش انتقدته لازم بقى فيه تمام بالحالة الدفاعية بعد كده السفترة أنا آسف جاء أنا آسف وأسف على الهواء مفيش مشكلة خالص لكن أنت تطلع تنتقد وفي نفس اليوم تعمل نفسك مش أنت اللي انتقدته وبتسني دلوقتي والناس الناس بتنتقد إزاي كمة ولا بلاش يلا نطلع فاصل ونستقبل ديوفنا الكرام كباتن مصر نادل آلي كابتن عبدالرهيم عبدالصمد والكابتن محمد حشيش والنجم أحمد بلال نتكلم عن مبارات الزمالي وبتروجيتها نتكلم عن الآلي والداخلية استنم اشتركوا في القناة أهلا بحضراتكم من جديد نوارني وشرفني نجوم مصر والنادي لأهلي الكابتن الكبير كابتن عبدالرهيم عبدالصمد بنوار الدنيا لا لما هو بيك يا كتميل والإخوة الزملائي الجمال والنجم الكابتن محمد حشيش زكا ميدو عملي بقى لأمتك تفجيري من حاجة تانية صحابه وخواه منوار الدنيا نجم أحمد بلال أحمد جوال زكا يا كابتن ميدو عملي بصراحة أحضروا شيء جد بناخليك يا روت ده بالكروات اللي بس دي بقي شك أكتر ده قديمة عندنا مبارات الزمالك وبيترجات الزمالك ما شاء الله بيكسب تامن مباراة على التوالي تامن مباراة صحي كده تامن وعندنا مباراة الأهلي والدخلية كده نتكلم عليها وعندها القرعة الأفريقية هنتكلم عليها الأهلي والدخلية من مؤدلات الجولة السادسة نتكلم عليها مع ضيوف الكرام كابتن إبراهيم مواراة الزمالك وبالتروجيات بشكل عام قبل ما نتكلم في تفاصيل الزمالك طبعا زي ما انت قلت في البداية عايز يكمل سلسلة انتصاراته المتوالية وبيصدر المشاكل للفرق اللي جاي وراه عايزة تلحقه بيبتدوا يلعبه تحت ضغط انهم عايزين يلعبه وعنده مشاكل دفاعية زي كنت هنبتد نتكلم في المالش عنده مشاكل دفاعية داخل النقاز مصاب الوينشي لسه طالع من اصابة ومحمود علاء عنده اقاف عنده مشاكل دفاعية داخل فيه جنين في اخر ماتش في افريقيا من اخطاء دفاعية بسيطة جدا بيحاولي يتغلب عليها مع النقص في الناحية الدفاعية الحقيقة داخل الماتشو عنده مشاكل دفاعية المدارب كان لازم يتغلب عليها الحقيقة الاتنين اللي لعبوا محمد عبدالغاني ومحمد عبدالسلام الحقيقة قدوا بشكل جيد جدا قدوا يغطي النواقص في الناحية الدفاعية تمام كابتن حشيش يعني بشكل عام طبعا مقدرش احكم على الزمالك النهاردة بصراحة لان المنافس للأسف يعني انا بكلم بصراحة دون المستوى النهاردة بترجت فرقة ضعيفة على المستوى الفردي والجماعي احساسي كمان ان مؤمن سليمان على حسب المباراة اللي اتفرجت عليها لاب غلط مع فرقة متصدرة بتكسب ماتشاعة عروسة وماتشاعة قبل كده والنهاردة التامن فاعتقد ان هو ادهم من المساحات غير ان نتيجة او تويت الهداف طبعا اتى المباراة بالذات دربة الجزاء اللي انا يعني باعتبر انها مشكوك فيها اعزين حد يا جماعة لو سمحتوا كابتن عودة عشان نشوف ضربة الجزاء دي لانها في محل جدد اه يعني طبعا انت عارف الفرق اللي زي بترجت والفرق اللي هي المتوسطة بتلعب على هدف يعني ما تلعب انها خصانة واحد صفر غير ما تلعب اتنين صفر اتن صفر اتن صفر اتلت المباراة بالنسبة لها الدافع عند اللعيبة طبعا نزل خالص بعد الكرة التانية وجد في توقيت في بداية طبعا الشوت التاني دي اثرت على المباراة غير أن طبعا شايف أن الفرقة ومؤمن سليمان اهتم برضو بالنحية الهجومية على حساب الناحية الدفاعية فيه خلل كبير فيه النوح الدفاعية عندهم فيه مساعات كبيرة جدا اداها الفرقة عندها انسجام كبير بتقدر تخلص وتروح للجون عن طريق يعني أسرع أسرع طريق زي ما بيقولو ويعني مكسب للزمالك النهاردة بيضيفوا لمكاسب بتاعته انتصاراته المكسب بيجيب مكسب وحنتكلم عن نوح الفنية بقى كابتن بلاي انا شايف ان الزمالك بيمر بحالة معنوية جيدة حالة معنوية عالية الزمالك تسبيت في التشكيل بلعب النهاردة فرقة حالتها المعنوية سيئة جدا بترجيت النهاردة 18 مبارا بيكسب مبارتين ودي مش عادة بترجيت لكن الزمالك الحقيقة في الفترة اللي فاتت برئاية دي بشكل غوي عندك ثبات في التشكيل بشكل كبير جدا التغييرات في حدوق النطاقة دايق جدا ممكن التغييرات في حدود الإصابات وداخد بالك اللي مد قوة كبيرة النادي الزمالك النهاردة بيخرج بس النقاضي ممكن ويلعب مكانه حزم إمام وحزم وارده العيب عنده خبرات كبيرة جدا في الحتة دي قادروا ان يثبت عبدالله جمع على احت الشمال وبيقدي بشكل جيد جدا وان كان المردود اللي منتظر من عبدالله جمع لسه مأخدوش ولكن برضو بيقدي يعني بالشكل بالزبط اين بالدور الإجابي بالنسبة لي ممكن 50-50 في المية الدور الإجابي الدور الهجومي بتاعه موصلش مرتقاش درجة 80 في المية مثلا كأنه جابها زي النقاض ولكن بيقدي بشكل كويس جدا لعيبة نص ملعب فرجاني ساسي لعيب خدثة كبيرة جدا جدا كل مباراة النهاردة ياب يعمل أسست ياب يسجل هدف لعيب مميز جدا جدا عامل دفعة قوية جدا لهجوم نادي الزمالك النهاردة لعيب لما يكون عندك واحد بلعب ميت فندر يا ميدو ودايما بيكمل تحت المواجمين ده لعيب مهم جدا 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 في ملعب النهاردة بيزود upwards وهو ده ده بيداه يعني عندهم بلنس في الحتة الحتة فاعل بالملعب فيه بلنس واحد بيدافي وبعمل الكوري على الباك رايت والباك ليفت وعلى اللعيبة وعلى كمان فرجاني ساسي في بعض الوقت والتاني الميت فلدر ما بتستخدمهش كأنه واحد مدافع انت بتستخدمه كأنه كمن واحد مواجم فبيزودلك في الحتة اللاجومية فالنهارده الزمالك الحالة المعنوية تثبيت التشكيل الحالة المعنوية عند بترجيت قليلة جدا بلاعب برضو نادي الزمالك فريق كبير عرفوا انه بلاعب فريق بقاله 8 مباراة او 7 مباراة ما بيخسرش بترجيت كمان بقاله كتير جدا ما بيكسبش حالته صعبة جدا فيه النهاردة غيابات كتيرة في بترجيت برضو عشان ما ننتقصش من بترجيت حقه فيه غيابات مؤسرة جدا لعيبة الخبرات شمال سبيكلي أحمد رعوف لالا فيرا ولا فيرا طريبا أربع لعيبة من أهم اللعيبة اللي موجودين النهاردة ببترجيت مش موجودين فالنهاردة برضو يدي كمان يا كابتن يقلق المدير الفن يخليها الآن عايز يكسب النهاردة وما عندوش العماصر لتر تكسبه فدي برضو مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لبترجيت ولكن مباراة النهاردة انا شايفها متوسطة المستوى ادر الزمالك انه يكسب النهاردة بأقل المجود وبأقل الامكانيات تمام هنتكلم عن سلبات بترجيت تحديدا لان بترجيت كمان حاجة يعني لازم نتكلم عنها كابتن إبراهيم لكن قولي زي ما بلاد بيقول الزمالك عنده حالة معنوية مرتفعة جدا مكسب 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 في سابات تشكيل في قل التغييرات حتى لو فيه نقص في الإصابات واحد أو اثنين تفتكر الحالة معنوية دي هي حالة معنوية ولا استقرار فريق ولا فيه حالة فنية جديدة على نادي الزمالك لا هو الاثنين مع بعض الحالة الفنية والحالة الإدارية الزمالك من أكتر 8 سنين ما بيبدلش الجهاز الفني في وسط المسلم الجهاز الفني عنده استقرار فني الجهاز الإداري عنده استقرار فني ما فيش تدخلات في عمل الجهاز الفني فيه زي ما قال الكابتن أحمد فيه سبات في التشكيل الدكة الاحتياطي عامرة باللعيبة ما عندهش إصابات التغييرات في أوقات معينة بيقدم كرة جميلة بيفكرنا بكل تزيزة مالك يعمل الفن والهندسة يعني يعمل كرة جميلة زائد سبات في الأداء وبيسجل أهداف عنده أكثر من اللعيب بيسجله أهداف محمود علاء المساك من هدفين الدوري دلوقتي عنده كهرباء عنده أوباما عنده عبدالله جمعة أسست هايل عنده فرجاني سياسي يعني مجموعة من اللعيبة الحقيقة عملة شكل جميل لنادي الزمالك السنادي فالثبات في التشكيل مع عدم التدخل في أعمل الجهاز الفني والنحية الإدارية عندهم فيها الزبات وفيها ناس بتقدي بطريقة جيدة مخليها للزمالك شكل مخالف لللي احنا بنشوفه قبل كده المشاكل مفيش مشاكل باينة في نادي الزمالك كان دايما نادي الزمالك مشهور أنه عنده مشاكل كتير طول السنة وده كانت بتقصر على أداءه بتقصر على موقعه في الجدول السنة دي مش سمعين حس لأي مشاكل في نادي الزمالك وبالتالي دي مقصر على ناحية الفنية من ناحية الجودة بقى فيه جودة في الأداء مع عدم التدخلات دي واللعيبة اللي بتطلع زي اللي بتنزل مفيش تكشيرة كنا بنشوف الناس اللي طلعين يغيروا والنازل اللي نازلين مكشرين دلوقتي فيه لبتسامة موجودة وفيه الحب موجود فحاجة جديدة في نادي الزمالك كابتن حشيش بيترجت بيترجت دلوقتي يعني كنت توصفه ازاي الحالة اللي بيمر بيها هزيمة في هزيمة حالة سببية بيترجت مش عارف يخرج منها مؤمن سليمان كمان مش عارف يخرج بيترجت دلوقتي من الحالة بتاعتها بص يا ميدون حاسن يعني بيترجت فيها اتنين لعيبة ثلاث لعيبة هم كل الفرقة بصراحة شمست بيكلي ده طبعا يعني واضح ان هو فارق مع الفرقة بشكل كبير عرفش الخلاف اللي موجود طبعا بقاله شوية بأثر على اداء الفرقة كاملة طب حضراك مع لما اللعبة تمرد او اللعبة يطلب ان هو يمشي اه حضراك مع الاقاف ولا مع الخصومات المالية ولا يحل المشكلة ازاي بص لازم بقى فيه اتفاق بينه وبين النادي انت عايز تمشي ما ينفعش تمشي في الوقت الراهن لازم تأدي اللي عليك تكمل العاد بتاعك وتمشي بسهولة بقى فيه وعد بكده بس لازم استفيد منه حتة النانا ابعده لا ممكن اخصم له ماليا وخصويا بالنسبة للعيبة المحترفة اكتر حاجة بتفري معها هي الخصومات المالية انما انت هتوقفه وهت اثر على الفريق خصويا لعيب بامكانياته محور اداء الفرقة كلها وتستبعده انك يبقى بعيد دي مشكلة مش تستفيد انت انت الخصران كذلك برضو يعني انا شايف النهاردة بشكل خاص كابتن مومن سلمان يعني بلاعب فرقة مصدرة ناتذة مالك التوفيق ماشي معهم ومكاسب وفرقة منساجمة والمكسب بيجيب مكسب وانت بتلعب لعب مفتوح تمتش بالنحة الدفاعية ما عندكش اللعيبة او امكانات اللعيبة اللي تؤهلك انك تدافع كويس وتهاجم كويس طبعا على الاقل لازم بالنحة الدفاعية تبقى كويسة عندك كذلك برضو فيه نقطة تحول في المباراة يعني انا شايف برضو اهداف الزمالك جات في توقتات نموذجية فيه كورة قبل ديها تات وعشرين اللي هي قبل ما الكهرباء يجيب فيها الهدف الاول للزمالك كورة بتاعة المهاجم بتاع كابونجو لا محمد سالم محمد سالم واخد بالك انفراد لمسها بس اللمسة الاخيرة كانت طويلة جنش طلع وإيه وقدر ينقذ الانفراد الكورة دي لو جات يا بلال يعني اعتقد نقطة تحول تبتلاعب نادي كبير اذا نادي زمالك تكسب في دقيقة مثلا في أول تلت ساعة واحد صفر بتدي تستنفر القوة عند اللعيبة بتاع بترجيت والحماس كنت ممكن تقدر تلاعب في نفس الوقت تحصل برضو لخباطة عند نادي زمالك من هدف المباكر فالنقطة دي هي نقطة التحول بالنسبة لهم كذلك برضو الهدف انت بتنزل للشغط التاني اي فرقة مغلوبة واحد غير مغلوبة اتنين بالزبط الهدف برضو ضربة الجزاء انا يعني اعتقد انها اتلت فرقة بترجيت وخصوصا انهم جايين بنفسية تعبانة مفيش مفيش حماس مفيش طموح عارف انت مستني مستني ما تكون داخل موتش ملاكمة مستني البنية عشان تريع وضالة حصل معهم مكنتش ضربة جزاء لا انا شايف اه مش شايف ان فيها دفعة لا لا مش شايف انها دفعة يعني ما متوصلش لحد ضربة الجزاء شفتها كبتن لا انا شايف انها مش ضربة جزاء خالص ماذا اللي شفتها بص 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 الدراكلات الجزاء اللي من النوع ده بتبق تقدريل الحكم موصدي ممكن ايه ممكن حكم يحسب كبتن ممكن حكم ما حسبش تمام لو حاسب الحكم معلوش لهم لو ما حسبش الحكم محدود معلوش لهم طب ايكلام فيها موصدي طب معروف طبع طبع عايزين يا جماعة نشوف وبعدين برضو فين الأدوار الحكامي اللي وراء الحراس الماربع الحراس الماربع يعني اصنع اكتبقى شوطة يعني الكرة يعني ركل الجزاء دي يا كبتن يعني مش وطحة متدرش تقول توجزم مياه في المياه ركل الجزاء صحيح ومتدرش تقول انه ما عندوش الحق انت عارف هي المشكلة يا بلال ان انت في حق حكام كتير في حاجات اصعب منها بكتير قوي تحسبش وحاجة زي دو حكام حاجة بسيطة زي دي او ممكن تريحة بسيط بالإيد على المواجم يحسب انت عارف لهو المبدأ واحد خلاص هنقول لا ضرب الجزاء لا احنا نبعد على المبدأ عشان موضوع يبقى متفاوض احنا خناف الصح انا شايف انها الصحة باقي بلالت نشوف بقى من زاوية اه سوف ان انهم احدكك عادي انا كالمنظر لماذا هانod الافاتف كان اي لمس موضوع المدافع المدافع بلال ما بيجري مع مهاجم في الانفرادة. ما بقاش عمل ايدي كده. صح ما بقاش عمل ايدي كده صح. انت فاهم ازايش؟ بس خدالت فيه فرق بين الزق وفرق بين السند يعني. اه بالزبط. يعني مسلا انا وانا يعني انت لعبت فارود. وانا لعبت فارود. كتير جدا في التمنتاشر تايل فارود بيحط ايده على ضعرك بزبطة خفيفة. ده مش معنى ان الحاكم يصفر يحسب ركل الجزاء. كذلك العكس. الكور لما تكون يعني واضحة وصريحة. يعني انا النهاردة لو انا انفراد وديه فاتزاقيت من ورا كابتن واخدت كوع من ورا. او ممكن الحاكم يحصل ركل الجزاء وديه وضع طبيعي. انا مش مش بكلم في التخصصات التحكمات دلوقتي. انا مش بكلم كان بحصل معنى كالعيدة. والحكام كانوا بتصرفوا ازاي معنى كالعيدة. فهم? انما النهاردة وضع طبيعي جدا. الفرود في التمنتاشر انت بتحط ايه لك وبيحط ايده. انت بتسنى وبيسنى. الفردك طبيعي لانه راعة جول. لا ده طبيعي. تبقى عملية تقدرية بقى للحاكم. الحاكم برضو ما عندوش تلاتة اربعة كاملات كابتن في مصري بيراجع فيهم. هو هو هي لقطة واحدة بس. بيبص عليه في المصري. لكن احنا الحكام في مصر يخط بالك يعني برضو يعني بيحبوا ياخدوا القرار الاقرب للصواب. الاقرب. ممكن ما يكونش قرار ده الصواب. لكن ممكن يكون الاقرب للصواب. انه عايز يحسب عشان ما يتقلش ان الحاكم كان فيه لمس او كان فيه زق او او ودرك للجزائر. عايز اتكلم على الحاجة تاني في بتولي. لا يعني انا عايز اقول الكرة دي بالتحديد ما كانش فيها يعني زحمة في التمنتاشر. كان اه الاثنين لو احدهم في التمنتاشر وكانت بينة بالنسبة للحاكم. زي بقولك اي احتكاك في في التمنتاشر يعني 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 وارد انه يبقى موجود ان انت اه كوعك ايدك تلمس المهاجم. ده ما يدكش يعني انك تاخد قرار ضرب الجزائر على طول. يعني انت فهم زي. وخصوصا برضو المهاجم بيبقى ما انا ممكن احط ايدي عليه كده. ممكن يقع يعمل ان هو واقع وكده. يعني برضو بيبقى فيه نوع من السيميليشن برضو من ناحية المهاجم. فلازم الحاكم برضو في القرارات لان ضربة الجزائر دولاتي قرار يعني مصيري ممكن انهي ماتش. ممكن انهي ماتش. زي ما حصل النهاردة. يعني اهاتر المحاق. لما زي ما لك سجل الجون الثاني من ضربة جزاء. موت الماتش. حالا. بقى فيه اولا خلى بيتوجيت يهاجم كتير قوي. بدون فايدة زي ما لك بيدافع و بيستغل الصغرات اللي موجودة في الوراء الدفاع بتاع بيتوجيت. فالبيتوجيت ما عندهمش اي امل انهم يسجلوا. وبالتالي كل تسجداتهم كانت طاشرة من مسافات بعيدة. زمالك يرجع حوالي 8 تنفار بدفعه. البلن موت الماتش. ساعات في مهاجم بلال بيستسهل الموضوع. يعني النهاردة أعتقدنا مصطفى فتحي. مش اللي خد ضربة الجزاء. كان ممكن يكمل ويجيبها جول. ممكن هو يستسهلها ولا هو فعلا كان فيه دفع ما أنا عايز أفهمها دي. يعني في مهاجم يستسهل نهو ياخد ضربة جزاء. ممكن أخاف ضيائعها لكن في مهاجم لا أنا هكمل ويجيبها جول. المهاجم لو مجتمع بيدور على الأضمن بالنسبة لي. بالضبط. أنا هدمن. إيه المضمون بالنسبة لي؟ مضمون أن أنا أكمل ورأس الجول. ده ما ممكن الكرة تأتوال. ممكن الجول يمسك الكوية يعني يحط إيده وممكن فهي مصدر يا كابتن. ممكن أنا أضعيحها برة. صح. وفي واحد يقولك أنا أضمن البنالتي. أنا أضمن قرار الحاكم أضمنه. خلاص أنا لو اتزاقيت سنة خلاص يبقى أنا لازم معها. هو ده. هو ده التوقيت اللي لازم معها فيه خلاص يبقى فنالتي. وأبعد أنا نفسي تماما عن الموقف واحدة ده واحد مع حارس المارم. أنا ممكن وممكن يفكر كمان تفكير مختلف. أنا أحطها من جنب ويصدها الحارس. ففيه لعيبة بتحب تضمن. بالضبط. يتضمن بالنسبة لي رقم واحد أو القرار ببنسبة لي رقم واحد. طالما فيه اعتراض ولو جزء بيبقى خلاص أنا عايز ركل الجزاء. أخرج من الموقف ده براكل الجزاء. فيه لعيبة بتفكر كده. تكملة البلال في الحتة دي كمان. هو مصطفى فتحي. يعني كان مفضل أن يأخذ ضرب الجزاء. لأن الكرة خلاص بدأت تتضرب وهو جاي بسرعته. فما كانش يعني خلاص الزواء قفلت. هاتطر لازم يسند ويلعب الحد جاي وهتبقى صعبة والمدافع ممكن يقفل عليه. فهو ده اللي يمكن خلاه يكملها شوية بلال أنه هو يوعى. فإن دي أحساس الحكم بضربة الجزاء. لا بس خلينا أقول يا ميدو. يعني فيه فروق كبيرة ما بين الزمالك وبيترجيت. يعني أنت لما تيجي تتكلم النهاردة يا كابتن. لا واضح أن فيه فروق كتيرة فروق فردية داخل الملعب. بين فرق الزمالك وفرق ببيترجيت. فرق ببيترجيت نهاردة بعيد جدا يا كابتن. نهاردة أنا ممكن أكون مغلوبة ننصف. سوري أسف ممكن أكون مغلوبة واحد صف. ومن بداية الشوطة التانية عندي استراجات مختلفة جدا. عندي 45 دي. بشتغل عليهم. بشتغل إن أنا بأمم بشكل كويس قوي. وعندي فرصة طولي 45 دي أنا أسجل في أي وقت. بالضبط. لو أنا بلعب منظم بشكل كويس. بقفل الأطراب بتاعتي. بقفل عمق الملعب. لكن أنا أفتح الجيم بالشكل ده من بداية المباراة. بيصعب عليها جدا جدا. خاصة أنت بتلعب مع فرقة. عندها سرعات. عندها مهارات عالية جدا. عندها سخف نفسها. خلاص فرقة الزمالك مسجلة هدف. زي ما حضرتك قلت. أنه بعد ما سجل إنها تبتدأ أصلا من الشروط الثاني. أنه ابتدأ يتراجع. مش يتراجع. ابتدأ يعمل كسفة عادية في النواحي الدفاعية. مش على حساب النواحي الجمية. ابتدأ بس يحط في النواحي الجمية. التلاتة الموجوديني قدام. وفرجاني السياسي هو الوحيد اللي بيكمل في الحتة دي. فالنهاردة فرقة الزمالك عمل البلانس في بداية الشروط الثاني. على عكس بيتروجيت. فتح الملعب عايز يسجل أهداف. هو كمان فرقة يعني زي ما قلنا الغيابات اللي موجودة عنده مش مديال فرصة. نهاردة لما نيجي بوصع على فرد بيتروجيت. نهاردة محمد سلم هو الفرد والصريح. محمد سلم مش سترايكر مش رقم تسعة. محمد سلم بطبيعة الحل بلعب على ترف الأطراف أو شادو سترايكر. فالنهاردة ما يكون أنت المان تارجد بتاعت. الفرود الرئيسي بتاعك. سترايكر بتاعك رقم تسعة. لعيب أصلاً أنت بتعتمد عليها كتاً على ترف الملعب. يبقى أنت عندها خلل في الحتة دي. إذن كل الكرات اللي هتشتغل عليها العرضية أو المحطة اللي أنت عايزة مش هتوبها موجودة. ما عندكش حد أجيبه. ما تصعب عليك. ما تصعب عليك. يعني أوقات كتيرة سالم تلاقيب بروح نحي تشمال. بروح نحي تلمين. سايب الحتة اللي في القلب. على الرغم أن مشكلة نادي الزمالك الكبرى هم الاثنين اللي في القلب. ما فيش توازن في الحتة دي. الزمالك عنده مشكلة ما بين الاثنين اللي في القلب. دايماً تلاقيهم في حتة واحدة الاثنين كب. دايماً على طول تلاقيهم عندهم مشكلة في الحتة دي. التغطيطة هي مشكلة كبيرة جداً. أنت لو خطر. لو كبت رجلت عنده مثلاً أحمد روف أو عنده حد تلعب في قلب الحتة دي. كان يبقى في مشكلة على العيب الثلاث زمال. لو في تكمل الكلامك فيه العيب نزل في ديئة 63 بطيك وليدة. عمل ربكة. طبعاً ده كان غيب. عمل ربكة الثلاث زمالك. كان غيب كبت كمصاب. من الديئة 63 عمل مشكلة لنادي الثلاث زمالك في كل الكوى اللي استلام. ليه بطيك ده؟ بطيك ده منزلش منق. طبعاً كل مضيق فني لهم جتنظر. بيقوله أنه كان مصاب. كان مصاب. الحقيقة من اللعيبة المكتهدة جداً عملوا مشكلة جمدة جداً لدفعات نادي الثلاث. كان يجب جول حلو أوي. أساس فرقة الثلاث 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 الي سندي أنا بعتبرها. وأساس مكاسب نادي الثلاث الثلاث الثلاث. 13 فرجاني ساسي. خالص. حاجة جميلة. شيل فرجاني ساسي. بص برغم العروض الكواسية بتاعت نادي الثلاث. إنما شيل فرجاني ساسي من فريد نتزة مالك حاجة تانية خالص لأول مرة بتلاقي اثنين من الدفندرات واحد على مستوى عالي قوي في الكورة الراجل لعيب كورة حريف بيقدر ازاي يعمل الرابط ما بين الدفاع والهجوم طرق حمد طرق حمد مؤثر جدا أنا عايز أقولك من ناحية الدفاعية بس لا طرق حمد لو مش موجود مع واحد زي فرجاني ساسي هتلاقي اثنين من دفاع اللعيب اللي بيلعب التالت بتاع التلاتة لمن تحت الفرق اللعنم ده 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 لقوم بحثة البليميك اللعنم ده من تحت اللعنم ده من تحت قوي فمساحل قوي تمام وما بديش فرصة للتلاتة اللي قدومنا هما حد يرجع فيهم هو بيعمل لهم الباص الطويد بس هقوله لك بحاجة تانية مين اللي كان بيلعب قبل الساسي ميجز زمان المكن اللي كان بيلعب جنب طارق حمد كان ديفندر كما ممكن دونجا مثلا محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز اللي قصوده انه كانوا اتنين شبه بعض اتنين ديفندرات مفيش حد عنده القدرة انه هو يربط يا كابتن ما بين الديفنس وخط الفرود الديفنس بتاعنات زمالك ما كانش بيلاقي حد او ما كانش بيسق في حد ان يسلم له كورة في الزنقى فكان كلها كور طويلة على الاجناب هنا بيخلص لان المدافع عنده توقيت معين ما اقدرش يعني يستحوز على كورة ويبقى يعني ياخد وقته في كورة لازم عنده يعني بيبقى عليه ضغط فلازم يطلع كورة على طول دلوقتي لو شفنا زمالك بعض الفترات الكورة الصغيرة بتتنقل قدام التمنتاشر ما بين فرجاني ساسي وما بين اللعيبة وبتتنقل بتطلع مهم او ان الكورة تطلع من تحت سهلة للناس اللي قدام انت عندك في المتشاط اللي زي دي ممكن نقلة تانية بتروح لبجون يا بلال وده اللي عمل هوات زمالك النهارد بس عندهم عندهم وحدي يعني في كمان يعني طارق حمد لما غاب قبل كده بلال عمل مش خلال زمالك خد بالك دماغ خد بالجاني لما غاب ما عملتش مش خلال زمالك بس أنا معاك جدا من الحاجات المهمة جدا اللي بيعملها فرجاني ساسي انه بيدي حرية ليوسف أوباما يتحرك في التباطر يعني انت دائما الحتة دين مفروض لو انت بتلعب خيره بارك انت تبقى عندك اتنين شكل بعض لو بتلعب اتنين ميتفيلدر يعني المهام الأساسية بتاعتهم الدفاعية هيبقى يوسف أوباما عليه دور كبير جدا وينزل يستلم ويوم هو بحتة البليميك هتلاقيه تواجده في التمنتاشر قليل نما احنا في الزمالك بنشوفه نصبه من الهدفين دائما موجود في التمنتاشر لانه عنده واحد بيقدر هو اللي بيعمل الضور ده هو اللي بيعمل الحتة بتاعتهم سواء بيعملها من تحت اوي قدام التمنتاشر مع المساكين ومع الديفينس او بيطلع يكمل معهم وطار حامد متفرغ للتغطية الكاملة في الحتتين فده الحتة دي زبطة اوي نتزة مالك في الحتة دي انت دائما بتلاقي تلاتة راحين على الجول كهربا ووباما ومصطفى الفاتح بس ما ننكنش ان طار حامد ابتدى يلعب لقدام دلوقت ابتدى يلعب كوراية دلوقت ابتدى يلعب كوراية دلوقت ابتدى يلعب كوراية دلوقت يعني كان الاول بيأمل ناحية الدفاعية كابتن ابراهيم انا لما يكون بيلعب واحد جنبي حريف اوي هتعدي منه بقى اه لا ابتدى يلعب كوراية قدامه بيعمل صوب باس ابتدى اللعب بعدين زي ما انتو بتقوله الحقيقة فجاني ساسي سهل الممتنع عامر السلية في وقت من اللقوات في النادي وكان بيقوم بالدور ده بشكل كويس اوي وكمان كان بيسجل اهداف يعني قبل الموضوع الاصابة وقبل ما ايبعت شوية عن الاصابة ان شاء الله يرجع بزيد السلامة كنت دائما بتلاقي مجود في التمنتاشر تلاقي في السكسياردة تلاقي بيسجل اهداف من جوة التمنتاشر ركابتن تلاقي بيصوب تلاقي بيعمل حتة التروس بيكمل فتحات تدي ففيه لعيبة عندها الامكانات دي هاي دي لعيبة اللي بتزوق الفرقة دائما لقدام هاي دي لعيبة اللي بتغنيك انك تلعب بواحد بليميكر مالوش يعني مالوش مهام يعني مهامه هتبقى مختلفة شوية في الملعب يعني النهاردة انا النهاردة لما يكون عندي ناصر مال في الملعب وعمر السلامة موجود وعمر السلامة بيعمل لي الدوردة دائما هدي هخلي ناصر مال هتديره البوشن كده دفعه نوه يلعب في التمنتاشر هخليه يلعب دائما على حدود البوكس في مصدي مش هتديره مش هقول له لا انزل استلم من الاتنين سنتر باكس انت عارف الريح عشان هو يبقى في حاجات في الملعب كده بتبقى عدوى يعني لما بتلاقي لعيبة مهارات عالية او في الملعب بتضطر لعيبة اللي جبها انك ايه بتسلم وتستلم منه وبتبقاش قلقان وخايف واخد بالك غير ما يبقى قدامك واحد يدوبك بتسلمه وهو بيخلص من الكورة فدى الحتة دي فرقة جدا جدا مع ناد زمالك وهو دي مربط الفرس السنادي عندنا زمالك اكيد كابتن ابراهيم النهاردة كانت الكورة الافريقية حضراتي شوفت مجموعة الاهلي في دور مجموعة الاهلي مع فيتا كلوب الكنغولي ومع سينبا التنزاني ومع شبيبة الثورة الجزائري انا شايف ان شايف المجموعة شكلها ايه انا شايف ان مجموعة النادي الاهلي متوازنة جدا والنادي الاهلي ممكن ان شاء الله بإذن الله يحتل المركز الاول فيها بسهولة جدا بالمقارنة بالمجموعة الاخرى مجموعة الواعة فيها انا الاسماعيلي مجموعة قوية جدا فيها الاسماعيلي مع شباب كورسنطينا الجزائري الافريق التونسي من الفرق قدام حضرتك ايه كابتن ديلة مزينبي مزينبي كونغولي برضو من المنافسين الاشداء في افريقيا انا شايف ان مجموعة الاسماعيلي صعبة جدا عن مجموعة الاهلي مجموعة الاهلي سهلة نسبيا والاهلي يقدر يحقق فيها المركز الاول ان شاء الله بسهولة تمام تمام اه كابتن حشيش اه طبعا انا شايف انها اه يعني الحمدلله القرعة حطتنا في مجموعة الى حد ما كويسة تكلم بس على الفرقة الوحيدة اللي هي فرقة شفناها خلال فترة اللي فاتت فيتا كلاب هي الكونغولي هو اللي هي في المنافسة الكاملة انما اعتقد ان الفرقتين التانيين يعني اه اه يعني مستوى اقل شوية بالكلاف طبعا المجموعة التالت مجموعة بصراحة فيهم يعني ما شفنا المجموعة الاولى نافية سانداونز لوبستارز الناجيري لوداد المغرب واسك الافواري طبعا دول الفرق لهم يعني تاريخ في بطولات افريقيا وعلى مستوى عالي كذلك المجموعة التانية فيها برضو تراجي التونسي وبلاتينيوم ستارز وورلاند بايرتز الجنوب افريقي برضو فرقة يعني يعني فرقة كبيرة نموعة الثالثة الاسماعيلي محتوط طبعا في مجموعة موت افريقي تونسي ومزينبي الكونغولي وفرقة الجزائي شبا قسطنطينا يعني فاعتقد ان الحمد لله القرعة حطتنا في مجموعة كويسة وانا شايف كمان من ترتيب المباراة ان المباراة الاولانية هتكون في على ملعب النادي الاهلي مع فيتا كلاب ده يعني بداية قوية جدا هتفرق قوي معنا في سباق المجموعات يا بلال انها بتلاقي المنافس القوي اللي معاك في المجموعة بتقابله اول مباراة على ارضك ان شاء الله بإذن الله تكسبه هتفرق معاك قوي برضو عايز مع راكب لالف شوف لص مجموعة الخريطة اتغيرت بشكل كبير يعني على الورق زي ما كباتنا قالوا طبعا على الورق هي دي افضل افضل مجموعة يقع في على النادي الاهلي خاصة انت بتلعب كل اسبوع خاصة انت بتلعب كل اسبوع يعني كل اسبوع بتلعب ماتش فالنهاردة المباراة متلاحقة المباراة هتبقى صعبة السفر هيبقى كتير بالنسبة للنادي الاهلي دي مجموعة كبير جدا ان شاء الله مع عودة المصابين واللعيبة اللي تم قيدة في النادي الاهلي والهيتم قيدة ان شاء الله هيبقى مختلفة بشكل كبير لكن خلينا اقولك ان الخريطة في فرقة تغيرت بشكل كبير نهاردة الفرق الافرقية كل سنة بتلاقي فرقة او فرقتين مختلفين تماما مستوى مختلف تماما زمان كنت الفرق مصنفة بالنسبة لنا عارفين مين كويس مين وحشة كابتن دور التمانية وعارفين ان فيه فرقة وفرقتين بكتير قوي كويسين جدا وبعدين انت بتنفس مباية الفرقة لكن النهاردة الفرقة الافريقية اختلفت الفرقة بيجيب مدربين اجانب بعدهم امكانيات بعدهم فيه تنقلات واحتراف داخل الفرقة الافريقية نفسها النهاردة فرقة زي فيتا كلوب فرقة برضو كبيرة فرقة مش قليلة فرقة كبيرة وعدها تاريخ في افريقيا الفرقة اللي موجودة معنا شبيبة الثورة وسيمبة التنزاني اسميهم قديمة شوية وشبيبة الثورة ملهاش باع كبير في افريقيا ولكن انت النهاردة كل فرقة من الفرقة دي دخلت ازاي افريقيا اكيد وصلت ان هي تبقى في الدور بتاعة طبعا في الدور بتاعة فرقة كويسة عمل التدقمات جيدة جدا قدت في شكل كويس جدا احنا في وقت ملاوات شفنا ارلاندو بايرتس بيكسر الدنيا معاين ومالوش تاريخ في بطرات افريقيا مازينبي برضو خرج فجأة علينا مازينبي الكونغولي اللي هو النهاردة من المصنفين الاوائل في افريقيا والنهاردة الخريطة فرقة بتتغير في شكل كبير كمان دوافع لعيبة حتى لو كانوا في فرق قليلة قدام فرق كبيرة ازاي انادي الاهلي بتتغير احنا جبنا لعيب النادي الاهلي من انجولا مظبوط الفرقة دي كان لها تاريخ في افريقيا السنة اللي فاتت كانت تصعد يعني كان حقية لها انها تصعد للفاينل مع انها فرقة كبتن ملاش تاريخ في افريقيا ولكن برضو فرقة عملت تيم كويس قوي دعمت بشكل كويس عندهم مدير فني جايد جدا فالنهاردة الفرقة الافريقية ما بقيتش تقدر تقول دي وحشة ودي كويسة دي قوية جدا ودي ريالة كبتن النهاردة اقع الورق حلو زي الفول وده تصليم احنا نتمنى كلنا بعيد بقى عن الفرقة الشمال الافريقية بعيد عن تونس بعيد عن الجزائر مش عايزين كنا نخدم ندخل مع الاسماعيل في اي ماتشات ولكن كل المباريات في افريقيا صعبة جدا انت النهاردة لعبت المباريات اللي فاتت برا ملعبك درج الحر صعبة جدا عرضية الملعب صعبة جدا بتاع فرقة ما تعرفش مفريد الكسابه كتير جدا نتغلبت واحد صفر فالنهاردة فيه عوامل كمان خارج ملعبك ممكن ما تساعدش النادي لها فالورقة كويسة لكن الماتشات كمان يعني ازود على الحتة دي ان انت لك انت تخيل ان المجموعات تنتهي في شهر النص يناير وفبراير ونص يعني بتلعب ست مباريات في الشهرين ونص من خلال مبارياتك التانية بتاع بطولتك الاساسية فانا دي محتاجة برضو يعني استعداد قوي جدا مجهود كبير قوي محتاجة ان انت كمان يعني تنتهز الفرص انك تخلص من بدري من البداية لازم الماتش الواحد هيفرق معاك في دور المجموعات المكسب على ارضك لان انت ما تضمنش الظروف انت راح تتكلم ماتشين في يناير وماتشين في فبراير لنص مارس شهرين ونص في ضغط مباريات في سفر في حاجات كثيرة مع الدوري المحلي انت مطالب بيه مؤجلات قسي يعني الموضوع صعب جدا جدا عايز يتحسب حزبة صح كابتن ابراهيم رمضان صبحي خلاص بقى في نادي الاهلي رسميا مع صفقات النادي الاهلي شايف رمضان صبحي اكيد اضافة قوية هو اضافة قوية لو كان بيلعب انما رمضان صبحي محتاج وقت طويل طويل مع نادي الاهلي من جانب تاني من جانب الايجابي ان هو اجعان كورة وعايز يرجع وعايز يلعب جميل بس برضو اجعان كورة ومحتاجة بدنياني بكويس فناني بكويس فنان كويس هيبزاي الا من الاحتكاك لازم النادي الاهلي حيستحمله فترة من الوقت عشان ليطل بدنياني يتيجي مفيش فترة ده كابتن عشان كده بقول المحظولات هو جاي من فترة طويلة حتى لو جاي من دور الانجليزي كابتن؟ ما هو ما بيلعبش حتى لو تدريبات الدور الانجليزي كأننا بلعب متشاك في الدور المصري عامل زي ما تكون بتذاكر وما بتمتحنش بيتمانى بس بس فيه فرق برضو ما انا هردح لي كيبا انا زاكر مثلا في جامعة زي مثلا الجامعة الالمنية والجامعة الامريكية وفا انا بزاكر في كلية مثلا تجارة الموضوع صعب أنا برضو ببزل مجهود كبير نفس المجهود ببزله في كلية التجارة او اكتر كمان دور الانجليزي احتكاكات والتدريبية اكتر انك بتلعب ماتش او اكتر هناك لا او محتاج يحتاج الفترة الاوانية ونستحمله شهر رمضان صبحي من اضافات قوية جدا للنادي الاهلي لو هو في حالته طبيعية ان شاء الله بإذن الله نتمنى انه يرجع بسرعة لانه ممكن حيساعد النادي الاهلي وخاصة زي ما قالوا الكباتين عندنا زحمة مباراة في ماتشات متأجلة كتير ده ماتشات افريقيا في شهرين ونص هتخلص يعني هتسافر وترجع وتلعب ماشي لازم يبقى عندك احتياطي كفئي جدا يقدر يكمل الماتشات دي بالزبط أنا ليه رأيب ده هقول لك رمضان هناخده بقى من ناحية الإجابية رمضان جعان كرة نفسه قفع كرة تاني نفسه يلعب كرة تاني يعني حاجات كتير قوي نفسه يعملها رمضان عايز ايه رمضان جاي ست شهور بناء على طلبه انه هو عايز يروح النادي الاهلي خلال ست شهور ده لو رمضان جاي النادي الاهلي يستغلها فترة اولا احتياج النادي الاهلي ليه في الفترة دي يرد جميل للنادي الاهلي خلال فترة اللي جاية مع تجهيز نفسه بشكل كويس قوي انه هو حيرجع تاني ولا هيكمل لان فيه عرفت ان فيه بند في العقد اي طرفين ممكن يمد هو اللي هيحدد هو اللي هيقرر رمضان رمضان جاي من فترة عدم لعب وعدم اللعب برضو الماتشاط اللي تحت ضغط اه بيتمرن مع فرقة كبيرة ودور كبير وا 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 انما الماتشاط عايزة عايزة برضو بتدي للعيب سقا جابد اكيد 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 كذلك برضو رمضان انت عارف اللعب اللي برضو بيحترف في مستويات اعلى ويرجع للمستويات يعني مش هنقول اقل يعني اقل اقل بكتير فدي برضو بلال بتفرق جامل اولي كابتن اقوى دوري في العالم بتفرق اقوى بيدو فيه لازم ان انت تقدر تسيطر على نفسك وطموحاتك وشكلك زي ما بقولك زي حي ما كن مسلا اللعيب بيلعب بيبقى صغير ويطلع الدرجة الاولى يلعب مطشين ثلاثة ونزل لعب مع فرقيته تاني بيبقى نازل يعني فيه تراخ شوية هو اللي هيحدد القصة دي كلها هو رمضان ويطموحه خلال الفترة اللي جاي كابتن بلال الاهلي بيجيب صفقات اعتقد نوع ببصص لأفريقيا ببصص لبطولات اكبر من بطولة الدور بص خليني برضو اقوى لقطة صغيرة كده في موضوع رمضان صبح النادي الاهلي ورمضان كل احد فيه عنده تارجت عنده هدف من الصفقة اللي تمت يعني رمضان عنده اهداف والنادي الاهلي برضو عنده اهداف اهداف رمضان صبحي ارجاع الندي الاهلي عايز يرجع منتخمص مرة تانية اللي بعد عنه بقي له فترة عايز يرجع يلعب تاني ويلعب مباراية تانية جدا عشان يرجع للفورمة الطبيعيه تاعته ده هو وضعه طبيعي جدا تمام؟ اختار النادي الاهلي عشان عنده بطولات افريقية هو ده الهدف النادي الاهلي مهدف من مجيء رمضان صبح بيزاب انت عدي ك بطولة افريقي بيزاب بيزاب محتاج المكان ده شكل كبير جدا يحتاج لعيب عنده ثقة، يحتاج لعيب يقلق شوية، يخوف الفرع اللي قداب انت برضو خد بالك الاسماء في وقت ملعبات ممكن ما يكونش الاسم في الملعب بيقلق لكن الاسم نفسه بيخد شوية بالضبط، الاسامي نفسها بتقلق وبتخوف شوية نادي لالي لما يجيب رمضان صبح يبقى صفقة كبيرة جدا هيبقى الان بقى وانت بتلعب الترجع تبقى عمل حسابه بشكل كبير وانت بتلعب مثلا فيتا كلوب وانت بتعمل حسابه بشكل كبير جدا الهداف النادي لالي هو النادي لالي مش مركز مش عايز رمضان عشان بطولت الدوري لان انت اصلا انت انتهي اللي اعرف شهر 6 والنادي لالي مكمل في الدور اللي عام بعد شهر 6 فانت النهاردة عايز رمضان صفحي عشان حتة الحتة دي حتة افريقيا فانت جبته وتعاقدت معه عشان الحتة دي رمضان صبحي ميكانات كبيرة جدا تعيب مراته عالية جدا اه كابتن ابراهيم قال لك اه بقاله فترة ما بيرعبش وعنده مشكلة فك حتة دي لكن خد بالك هو لعب صغير يعني يقدر يرجع بسرعة جدا لعب الصغير سهل جدا يعني انه يرجع باسرع من لعبك والواحدات التدريبات اللي بياخدها بلاي طبعا كلامي كابتن اه طبعا بالإضافة طبعا لجراءات التدريب اللي بياخدها هناك مختلف مشوية ونظام الغذائي ونظام التأهيلي وحاجات ورمضان على فكرة لعب الماتش يعني نزل الماتش اللي فاتل انغلبه فيه اه كان على ملعبهم اه ونزل تشارك فيه رمضان صفحي تشارك اه حوالي خمسة وعشرين او تلاتين ديه في ال فالريدي هو جاهز يعني جاهز يلعب مع النادي الآلي اللي انت قلت عليه يا ميدو المستوات مختلفة شوية هنا رمضان في الدول الإنجليزي فيه مستوات اقوى والياخد بدنية اعلى واحتكاك اقوى نهاردة مع المستوى الاقل شوية في افريقيا لأ ممكن يكون رمضان يعني بشكلك بجد اكيد فاعتقد ان هو مجيء للنادي الآلي هيبقى فايدة رمضان صبح وفايدة للنادي الآلي في نفس التوقيت اكيد اكيد نطلع نشوف تقرير عن القرعة الافريقية ونرجع نتكلم عن المبراطة الاهلي والداخلية غدا ان شاء الله الحمد لله طبعا على كل شيء هي قرعة متزنة لحد كبير لكن في النهاية انت دوري ابطال افريقيا بتاخدوا على مراحل مرحلة التحضير لدوري المجموعات الحمد لله عدناها دوري المجموعات لابد يبقى فيه احترام شديد جدا وحظر شديد جدا وتتعلم كمان من السينية السابقة يمكن السنة الفاتت كان بدايتنا في دور المجموعات ما كانش بداية موفقات عدنا على ارضنا وخسرنا برا ارضنا صعب الامر علينا لكن ديرنا ترجع من جديد ان شاء الله الرحمن السنة دي بقى البداية احسن والبداية ايجابية بشكل فيتا كلاب هو وصيف الكنفدرالية السنة الفات قدام الرجاء عنده خطة امامي هايل جدا عنده لعيبة نص ملعب كويسة جدا لكن زي ما قلت لك يعني انت بتلعب دوري ابطال افريقيا انت مش بتلعب بطولة عادية انت بتلعب دوري ابطال افريقيا فوضع طبيعي انت تتقبل فرقة كويسة وفرقة قوية وفرقة عندها يعني رصيد كويس وتاريخها كويس فوضع طبيعي جدا فتستعد للمجموعة ككل مش لفيتا كلاب بس رحمن الشكل بقى احسن بكتير يمكن من خلال اللعيبة المميزة من خلال اللعيبة الراجعة من اصابة من خلال التدعيمات انشاء رحمن بيزن لنظر بشكل كويس محلين افريقين بيزن المجموعة اعتقد يعني بالنسبة للأهلي في المتناول بشكل كبير هو اكيد اكبر فرقة في المجموعة بيلعب على البطولة وبالتالي كل الناس اللي عملي حسابه يعني اعتقد فيتا كلاب هو ممكن يكون المنافس على القمة على قمة المجموعة لكن في اثنين يعني فيرات الجزائر طبعا برضو الجزائر دائما بيطلع لعيبة في فيرقة كويسة لكن اعتقد فيتا والأهلي هم الأقرب اثنين فينال وربعد اكيد للأهلي محتاج يكسب بطولة تدعماته كويسة في يناير هنشوف طبعا بشكل يناير لكن ايمكن أخير النهض رمضان صبح اكيد لعيب كويس جدا ما زيان بقول لك اعتقد للأهلي يعني هيا الناس تشوف الأهلي معاه هي اللي بتخاف من شوال مش هو اللي هي محتاج في المجموعة دي او في الدوق في الدور دا يعني لكن كل شيء والسو تحترم المنفسين عشان ترش اهلا بحضراتكم الجديد 20 اسم اختارهم الكابتن محمد يوسف لمواجهة الداخلية في الجولة المؤجلة من الاسبوع السادس في الدوري الممتاز 20 اسم شريف اكرامي محمد الشناوي يشان محمد وايمن أشرف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومؤمن زكريا وميدو جابر ومحمد هاني وأحمد علاء وأحمد فتحي ومروان محسن وعمر السلامة محمد شريف وأحمد الشيخ وعلي معلول وليد أزارو باسم علي وناصر ماهر وكريم ندفت مباراة مش هنقول سهلة خلاص ما فيش سهلة كابتن مرين ما فيش سهلة في الدوري دلوقتي كل الفرقة بتلعب بحوافز خاصة بيها كل الفرقة خايفة من المفاجآت بتاعت الدور التاني والتدعمات بتاعت الفرقة المنافسة وبالتالي كل فرقة بتلعب على الثلاثة مونت النادي الأهلي بيلعب تحت ضغط عصبي شديد جدا موقفه في الجدول مع عدد الماتشات المؤجلة موقفه مش باين مش محسن شكل الجدول متعالي لما يخلص الماتشات بيه بفوز إن شاء الله حيبق شكله في الجدول في المراكز الأولى يعني الإصابات اللي عنده لسه مش متطمنين عليها هل العودة الإصابات يعني أحمد فاتحي لسه مش متطمنين علي معلول مش متطمنين على إصابته لازم ياخد الماتشات بصورة متدرجة عنده ماتشات مؤجلة كتير كل ثلاث ماتشات كل ثلاث ايام وعلي جهازياته مؤكدة طبية لكن فنيا أنا ما حضرتك لسه يعني لازم ياخده فترات قليلة لازم يعني طبعا على حسب تأدلات المدير الفني كل ثلاث ايام هيبقى ماتش من المؤجلات عنده ماتشات إفريقية دخلة محتاجة تدويج في اللعيبة كويس قوي نتمنى أن اللعيبة المصابة ترجع بصورة كاملة لو اللعيبة المصابة ترجعت بصورة كاملة الأهلي حيبقى ليه شكل جميل جدا سواء في أفريقيا أو في الدول المحلي إن شاء الله ويتبوى المنصب الجديبي يعني أكيد أكيد كابتن حشيش كابتن علاء عبدالعال خلاص شكله مع الداخلية معروف خصوان قدام الفرق الكبير بلعب الدفاع محفظ لعبته على الحالات الدفاعية ومناطق الدفاعية بلعب كمان في بيترو سبورت ملعب دايق نسبياً شكله يبقى إيه بكرة كابتن علاء عبدالعال قدام نيد الأهلي دايماً ماتشاط الأهلي والداخلية بتبقى صعبة لأن أنت الداخلية معها مدرب بيقرى الفرق كويس طريقته أساساً بتعتمد على النوحة الدفاعية في المقام الأول وبيعتمد على طبعاً تأفيل المساحات وبيمشي مع السيناريو الماتشو مع توقيتات المباراة بلعب على كونتر أتاك طبعاً حاجات سريعة عنده سرعات في الخط وسط الملعب والخط الهجومي بيقدر يستفيد منها دايماً عارف مفاتيح لعب النادي الأهلي وطبعاً يعني النادي الأهلي طبعاً بيبقى عنده حتة الاستحواز ونقله الكرة وتدوير الكرة بيقفل النادي الأهلي على الجنبين جنب اليمين وجنب الشمال اللي هو أخطر حاجة في النادي الأهلي أعتقد برضو أن محمد يوسف بحاطة سيناريو خاص للمباراة دي وأهم ما في المباراة طبعاً إن شاء الله هي عودة المصابين زي أحمد فتحي وعلي معلول ودول يعني طبعاً من الركائز الكبيرة في النادي الأهلي أعتقد أنه ممكن يغيروا شكل النادي الأهلي إن شاء الله بكرة لو ابتدوا أعتقد أنه هيبدأ بيهم محمد يوسف بكرة كذلك برضو أعتقد أنه ممكن بكرة يبدأ بوليد أزارو عشان وليد محتاج أعتقد أبلال الفترة اللي جاي دي ياخد مشات أكتر لأنه بعيد فمش هينفع معاً إن هو ياخد جزء في جزء وده مش هيقلل من طبعاً قيمة مروان محسن إنما لازم هيدي العناصر برضو اللي هي هيحيحتاجها بعد كده في الوغرات القادمة في إفريقيا أعتقد أنه دولة ممكن يغيروا شكل النادي الأهلي الأهم من كده إن أنت هتبقى عندك الدكة قوية غير المنشاط اللي فاتت خلال الفترة اللي فاتت دي بالضبط كده ما كنتش لا يتكمل الدكة دلوقتي أنت عندك بدائل وبدائل محترمة ممكن تغير النتيجة ويبقى فيه كروت بالنسبة لكابتن محمد يوسف أعتقد أن مباراة بكرة إن شاء الله بإذن الله تبقى يعني امتداد لي مكاسب النادي الأهلي في الفترة اللي جاية إن شاء الله تمام كابتن بلال برضو محمد يوسف هيقابل خطة دفعية من العيار السخوير كابتن عبد العالم أحفظه متعرف كابتن العالم لا شكله كمان مع الداخلية مختلف عن أي فرقة مسكها كابتن حشي بيتكلم في اخترارات وفي بدائل عند محمد يوسف ما شاء الله عشين في القائمة 18 بكرة يعني كمان لعيبة تقيلة علي معلول أحمد فتحي وليد سليمان لعيبة كثيرة دخلت مع الفريق محمد يوسف عنده حلول كثيرة بكرة شايفها إزاي بص طبعا الألف في الدوري العام مختلف مختلف بشكل كبير مختلف لأن اللعيبة اللي موجودة في بطولة الدوري يعني أكتر بكتير جدا من اللعيبة اللي موجودة في إفريقيا نظيما للقائمة والعدد المحدود اللي انت بتلعب به في إفريقيا ده طبعا لحد إن شاء الله التجديد أو التدعيم اللي يتم للنادي الأهلي في البطولة الإفريقية اللي جاية النادي الأهلي يعني في مورات الدوري العام عنده حلول كتير جدا كابتن محمد يوسف عنده حلول كتير جدا عنده حلول ممكن يلاعب أحمد الشيخ عنصر من الناصر اللي مش موجودة مع النادي الأهلي عنده عودة برضو المصابين كابتن حشش من شوية تكلم فيها قال إن هو النهاردة أحمد فتحي رجع تاني عليه معلول موجود وليد أزارو يعني أعتقد أنه تعافى بشكل كبير جدا من الإصابة فالنهاردة النادي الأهلي يعني شكل مختلف بشكل كبير جدا عن عن إفريقيا المورة اللي فاتت أنت بتلعب لعيبة بتلعب عناصر هادي اللي موجودة هادي المتاحة بالإسفادة لكن في إفريقيا مختلف الموضوع لعيبة لما بترجع بتبدي كمان دفعة معنوية كبيرة جدا وبتدي حماس كبيرة جدا لعيبة بتلعب في الملعب نهاردة لعيبة بلعب في ملعب وفيه لعيب مصاب بقاله فاتر لما بيرجع لما بيجي يرجع لعيبة المصاب بتلاقي الضغط على لعيبة اللي بلعب فعايز يطلع أكتر حاجة عنده بيبزل أكبر موجود بالنسباله فدي حاجة بالنسبة مفيدة جدا بالنسبة للمدير الفني إن هو بيبع عنده الاختيارات بتبقى تتصعب عليه يعني النهاردة لما نشوف ماروان محسن تقلق بشكل غير طبيعي بيسجل في كل مباراة النهاردة بايلعب على الجول بشكل كبير جدا الأداء اختلف فالنهاردة إحساسه إن دخل الملعب وخد فرصة وخد الثقة وعنده العيبة أعيد له بره بيخليه يبزل مجود كبير جدا ممكن يكون فوق المجود الطبيعي اللي بيزال فدي الحتة إن انت بتلعب في إفريقيا وبتلعب في الدورة كمان بتدي الفريق المنافس يعني بتدي له إن انت لأ أنت عندك دكة كبيرة جدا عندك أحمد فاتح عندك علي معلول عندك ناس دان ما لعبوش بكرا إن شاء الله عندك أسماء تخوف عندك أسماء كبيرة طبعا أكيد طبعا النهاردة رجوع علي معلول هيحللك لغز حتة السنتر فاكس اللي موجود أيمن أشرف أنت عايز يلعب في الحتة دي خلاص يعني كلباني خلاص أنت مش النادي لأستغنى عن كلباني فأنت عايز أيمن أشرف في الحتة دي فالنهاردة وجود عالي معلول مع النادي الأهلي هيبقى مفيد بشكل كبير جدا هيبقى عندك نقطتين مهمين جدا نقطة الإجابية نهاردة أيمن أشرف من اللعيبة اللي بتعرف تنقل كورة اللعيبة اللي بتعرف تبني هجمة وده ما كانش موجود في النادي الأهلي الفتر يعني كلباني من العيبة اللي ما بتعرفش تبتدي هجمة ما بتعرفش تحضر أو تحضيره بطيء جدا أنا جابت أيمن أشرف لا بيحضر بيزيد كمان مع الهجمات بيوصل لنص ملعب ممكن أيمن أشرف يعمل لك ثروباس ممكن يعمل لك كورة طويلة جدا توصل تروح للمواجم أو تروح لتلاتة المواجمين فالنهاردة أيمن أشرف مش بس انت هتستفيد منه كسنتر باك انت هتستفيد منه وكسنتر باك بيعرف يلعب كورة بيعرف ينقل الفرقة بشكل كويس جدا بيعرف يحضر وده المطلوب هذي شخصية النادي الأهلي ان الاتنين اللي موجودين في القلب قلب الدفاع انهم يكون عندهم كورة يعرفوا يحضروا هذي شخصية النادي الأهلي انت النهاردة كنت مختلف تماما لفتر الفاتح شخصيتك مكانتش موجودة لان انت النهاردة النمازج اللي كانت موجودة عندك في الفرقة مختلفة شواء عن طبيعة الأداء اللي انت بتلعب به كفريق كبير والفكر كمان اه طبعا مختلف تماما نهاردة ممكن الفريق الداخلية هو احنا عارفين كلنا طريقة اللعب طريقة اللعب طبعا هو بيلعب بيدافع بشكل كويس قوي وبيعتمد على هجمات المرتدة السريعة ودي بيعملها طبعا كتلعاب العالم مع كل الفرق الكبير بيعملها مع الزمالك بيعملها مع الأهلي وبينجح عنده الداف عنده حسن فاولو طبعا اللعب اللي بتعرف تجيبي جوان ودي الميزة احنا كنا بنتكلم شوية عن الزمالك وبيتروجيت بيتروجيت بتروجيت قلنا محتاج واحد زي ده واحد بعرف ساجل الهداف واحد محطة بالنسبة لك عنده طرفين سرعة جدا بيقدر يوصلوا يعني بيرتدوا ويلعوا بشكل سريع جدا في النواح اللي جمية حتة اللي انت قلت عليها بيتروسبورت الملعب يقدر يساعد الدخلية في الحتة دي الملعب الكبيرة بتبقى صعبة جدا لان المجوب ببعالي اوي الملعب الصغيرة تقدر ركابة انتروح وتقدر ترجع مش عايز اقول توله التسعين ديئة بس ممكن في حوالي ستين ديئة تقدر تشتغل سبعين ديئة تقدر تشتغل ويبقى عندك البداية الموجودة على دلكت البدلاء فالنهاردة الدخلية بيلعب الحتة دي وبيجيد فيها بشكل كواس اوي انه بيدافع بيقفل على نصف ملعبك هتلاقي الدخلية المباراة بكرة قافل ترفين الملعب بشكل كواس اوي بلعب منتو من مثلا على نصر ما الفعل بالملعب وخلاص قافل لك الجيم وبيلعبك بالاتنين اللي موجودين على أطراف الملعب وبيلعب بحسان فاول هو دي طريقة الدخلية وبينجح بيها وبيشتغل بيها كواس جدا مع الدخلية كابتن علي عبدالعال فارد كمان شخصيته على اللعيبة بيقدر يوظفه مزي ما هو عايز مفيش احترادات كبيرة جدا فالنهاردة بيعمل جيم كواس جدا عشان كان النهاردة شايفينه بيسجل عشرين هدف وبرضو مش داخل فيه أهدف كتير أو يا كابتن داخل فيتين عشرين هدف اه يعني ده معنى ان كل مباراة بيدخل فيه هدف لكن مش معدل أهدف كبير أو فالنهاردة بيعرف يسجل أبراع فيسجل يقدر يقلي اه يقدر يقلي فالنهاردة النادي الأهلي برضو في الهجمات لازم يكون في شوات حذر بالنسبة لك أنادي أهليا تمام كابتن برهيم الداخلية مع كابتن علاء عبد العالف في المركز الاثناشر لكن مش ده الحقيقي مش ده الفعلي الداخلية بينها وبين متزيل الدوري الإسماعيل لغاية دلوقتي لعب تلتاشر مباراة عنده لسه مبارات مؤجلة بينها وبين الإسماعيل خمس نقاط وهو آخر الدور فهو فعليا لا ومركانه مش متطمن لي عايز ياخد أي نقاط من مباراة الأهلي بكرة تفتكر ممكن يعمل إيه بولا في المركز الـ 18 لعب 16 مباراة يعني فضلهم مباراتين بس مركزه مش متطمن أولا الجدول ده وهمي يعني بالضبط بالضبط الإسماعيلي لعب 13 ماتش نقص له نقص له خمس ماتشات نقص له خمس ماتشات عشان يكمل الدوري الأهلي عنده أربع خمس ماتشات متأجلة لو كسبهم هيخلي فيه فرق تنزل تحت الإسماعيلي لو كسب الماتشات المتأجلة هيخلي فرق من الـ 18 والـ 15 والـ 16 تنزل تحت فالجدول ده جدول وهمي نروح بقى على الدخلية الدخلية زي ما قال الكابتن أحمد والكابتن حشيش يعتمد على تكسيف نص الملعب بطريقة بيداية كل المساحات والملعب تمان أصلا يساعده على كبير سواء الأطراف أو من ناحية الدفاعية قلبين الدفندر وبالتالي بيعتمد على الهجمات الفاردية اللي هي الهجمات المرتدة وعنده حسان بولو الحقيقة بيجيد احتلال مراكز جيدة جدا داخل الـ 18 والأطراف اللي عنده اللي هو بيستغل لها في الهجمات المرتدة بيجيده كمان إن هم يرسلوا الكرات العرضية بدقة لإحسان بولو لأنه تقريبا يعني يعني عارفين هم بيبقى متواجد في أنهي مكان وهو دايما بيختار الزواءة البعيدة اللي هي محدش بالرائبة وكل أهدافه وكل أهدافه من الزواءة البعيدة اللي هي الجانب الأعمى اللي محدش بالرائبة لأنه هو ما شاء الله عنده الخبرة الكافية إنه بيحتل أماكن جيدة لداخل الـ 18 فأنا شايف إن الدخلية مش هيغير طريقته حيلعب بكسافة دفاعية جدا وحيلعب على الهجمات المرتدة لازم الأهلي يكسف الهجمات بتاعته من بداية المتش مع التأمين الدفاعي الجيد عشان يأمن من الهجمات المتدة اللي بيوجدها في دخلية تمام محمد يوسف آخر مباراة لي بكرة رسمية أنا كابتاً حشيش خاش لازارتي أتولى المهمة من بعد هزي المباراة مهمة بشكل رسمي محمد يوسف ممكن يفكر في إيه بكرة يبقى الآن عايز يطلع شكله كويس أو مع نادل آلي عايز يعمل أريحية في الأداء كمان عايز يقدم الفريق لازارتي بشكل مميز تفتكر أنه ممكن يأثر عليه شوية أو ياخد من تفكيره شوية هو الحقيقة محمد يوسف طبعاً أدى المهمة بنجاح يكيد يكون 100% من أول ما مسك الفريق ومسك الفريق طبعاً بعد فترة صعبة جداً وإخفاق في بطولتين بطولة أفريقية والبطولة العربية لعب الدخل كمان على مؤجلات والمؤجلات دي بتبقى صعبة أو أن يكون عندك مؤجلات والمنافس التقليدي بتاعك فارق عنك بنقاط كتيرة يمكن هو بس صدفه سوق توفيق في مورات المقولين العرب في البداية إنما بعد كده المورات كلها مكسب بكرة عايز إن شاء الله بإذن الله يكمل سلسلة الانتصارات بتاعته عشان يبقى سلم المهمة يعني بأمانة أعتقد بكرة إن شاء الله اللعبة الكبيرة واللعبة اللي رجع من إصاباته واللي هو بسقل في الفريق هتساعدوا بإذن الله على تحقيق المهمة بتاعته سأنا عايز أقول بقى نقطة تانية والأهم إن إحنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت عدم استغلال الفرص اللي بتيجي للنادي الأهلي ودي سبب مشاكل للنادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت يمكن بلال أكتر واحد في الحتة دي إن طبعا أحمد جوال كان نهاز الفرص وكان عارف قيمة الفرص اللي بتيجي ممكن تغير من نتيجة مباراة ده ممكن هدف زي ما قلنا النهاردة الجنة الأولاني في توقيته بالنسبة للزمالك نقطة تحول كبيرة وتضيع فرصة بتاعت أحمد سالم تحول برضو في المباراة للفريق النهاردة للعب الزمالك انت هذه الفرص الفترة اللي جاية أو الفرص اللي بتيجي للنادي الأهلي انت داخل على بطولة إفريقيا ودور المجموعات وبداية على طول من يناير الفرصة ما بتتعوضش بتاع تلعب مباراة قوية جدا جدا في خلال بطولة إفريقيا لازم يتعوض الناس اللي موجودة لان اعتقد كمان يميدو ان خلال الفترة الجاية دي مش هيبقى فيه فرصة للتجربة خلاص بالضبط التجربة اللعيبة خلاص خدت بما فيه يعني العيبة غصبا عن الجهاز فيه ناس ما كانت مش تلعب لعبة غصبا عن الجهاز لان هي اللي موجودة ناس خدت بدل الفرصة اتنين وثلاثة واربعة فاعتقد بداية من بكرة ان شاء الله ومن مجهز جديد يمسك مش هيبقى فيه تجربة كتيرة لانه فيش وقت سواء في بطولة الدوري المحلي او البطولة الافريقية رجوع الاصابات كمان ان شاء الله باذن الله يكون عامل قوي بكرة زي ما قلت وعيد تاني المباراة اللي زي بكرة بتبع معتمدة على الهدف الاولاني الهدف الاولاني ان نقطة التحول في المباراة اعتقد ان الناد الاهل لازم يستغله في البدايات عشان يسهل على نفسه تمام بلال هاختم بيك انت شكلك محضر حاجة عايز تقول مش محضر حاجة لا لا هقولك بس كابتن يوسف طبعا كان عنيه ضغط كبير جدا فتر ان فاتت انا عايز بس اقولك على حاجة اقولك على حاجة وخديك تكمل الكلام اللي هستتكلمه لما نيجي نقارن كابتن حشيش بيقول لا الفترة ايام بلال وايام الفترة كابتن حشيش مكادش دي خالص لالي بيقابل تحديات ولازم احنا نحتاج بكده بيقابل تحديات وضغطات بره الكورة وبره النادي عايزة يعني تنال منه ان شاء الله مفيش حاجة اسم هتنال من الالي فبتكلم في كده لما نيجي نقارن عشان الجمهور العادي او جمهور التعارف جمهور الاهلاوي جمهور جميل بيقولك ليه وكان ايام زي نفس الكلام نتكلم فيه بالظبط لكن عشان نقارن لازم تبقى الفاترين على المتقاربتين ولا انت شايف ايه بص انت كلامك مزبوط هي كرة بشكل عام اختلفة في مصر او برا مصر يعني النهاردة بعت المادة هي الغالبة دلوقتي في الوقت الحالي انت معك فلوس كتير جدا يعني انت النهاردة عشان تعمل فريق قوي جدا محتاج مثلا تلتميت روعمائة مليون جنيه زمان كان الكلام ده مختلف زمان كنت لما تشتري لعيب ستتميت سبعمائة عالف جنيه كان يبقى لعيب تمام لما يوصل سعر مليون اتني مليون لابنت لقى جلت لعيب سوبر بالظلط تمام فالنهاردة كان عندك امكانات مادية وكانت اللعيبة اسعارها وليلا النهاردة عندك امكانات مادية معقولة في ظل السوق والاسعار بتاعت اللعيبة متفوتة بشكل كبير يعني النهاردة لما تيجي تطلب لعيب مثلا مثلا يعني دي مثال من سموحة مثلا ويطلع مثلا رئيس النادي يقول اللعيب ده تماما يا جماعة مت مليون جنيه فإذا كان الدور المصر كله على بعضه بيدنا لقيت تأدرب أركمز يعني يعني دور المصر كله على بعضه خمة السوقات دهاته ما تجيبش متين تلتميت مليون جنيه فانت اللعيب النهاردة تشريب من متة مليون جنيه فيعني الامور صعبة جدا في المصر الأندية أصبحت بتغالف قصة العيب طالما الأهل عايز تمام يبقى الأسعار لازم تتدرب في ثلاثة بلسترلين أربعة لك الأهل يبيع بالدولار يبقى حنا بنشرح لكم بالدولار مش قيمة اللعيب يعني مش قيمة اللعيب تتكلم في قيمة مختلفة تماما عن القيم الحقيقية بتاعت العيب فاصل يعني أنا من وجهة نظر الشخصية النهاردة مفيش لعيف الدور المصري يجيب خمسة مليون جنيه من وجهة نظر الشخصية يجيب خمسة مليون جنيه كلاقي في المتخب مصر خلينا يعني عشان نقفل القصة تمام هكلمك بقى عن الإلالة عنده ضغوط كبيرة جدا عنده جمهور ما بيرحمش بحب النادي طبعا ولكن عايز دايما بطولات يعني أنت النهاردة بتتكلم في جمهور يا كابتن أنت خلاص عودته على البطولات عودته أن أنت كل سنة عند خمسة بطولات على الأقل بتخرج بتلاتة منهم على الأقل فالنهاردة التحدي بتاع النادي يعني أنه ما ينفعش يخرج من الموسم بدون بطولات وده ده حد كبير جدا بالنسبة للعجيل بوشن المجلس طبعا 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 عايز تتكلم في الحتة بتاعت الأهداف عشان أنت أكثر وعد تتكلم عليها لأن الكورة المهاجم هو المهاجم ماميده سواء فترة قديمة أو جديدة حرامي في التمنتاشة ها المهاجم هو أنت بتتكلم على واحد اسمه حسان باولو في فرقة الدخلية في ترتيب كذا ومن الهدفين تم التجوان بيجيله كم كورة هو ده من هذه الفرص هو ده راس الحربة اللي لازم يبقى موجود في النادي الأهلي ما ينفعش يجيله خمس ست كورة يضيعها أو يجيب منها كورة لأن النادي الأهلي مفروض أنه هو على طول بيوصل طبعا يا كابتل خاصة أنه طرق اللعب اختلف طرق اللعب كل ما بتتطور بتتطور للنحي الدفاعية مش اللي كمير يعني أنت بتطور دايما يا كابتل عشان تدفع كواسي قوي مش عشان تهاجم كواسي قوي يعني النهاردة نبص يا كابتل على الكورة في مصر انت بتطور بشكل كواس قوي عشان تدافع بشكل كواس جدا فالنهاردة يعني الكورة اختلفت يعني أنا معاك طبعا كل الفرص اللي تتاح ليك لازم تساجل أهداف ده مش مال بقول لك الحرامي يا كابتل وفي الزمال يعني مش ماشاء الله بلال ماشاء الله كان حاجة جميلة جدا التركيز مطلوب طبعا التدريبات مطلوب أنا كان نفسي يبقى يجي حد مثلا في النادي الألي يبقى يشتغل على الحتة دي على حتة الفرود أفهم؟ طبعا كان نفسي مع قطاع الناشئين أو مع الفريق الأول كنت أتمنى حاجة زي كده يعني مع التعديلات جديد وبين بلال في الفترة الأخيرة بين أو الفترة كده يبقى نسع فلوس في الوقت تخلي بالك طبعا يعني أكيد بتوفير ناد لأهلي بكرة طبعا يعني مباراة صعبة على فكرة مش سهلة نفسيا إذا كان لك بيكسب انت بتتصعب عليك كبير جدا لأحمد الشيخ اللعيبة اللي هترجع اللعيبة اللي كانت مصابة اللعيبة مكنتش موجودة في إفريقيا عندك التدعيم هتبقى جيدة جدا انت من بكرة ابتدى لك شكل مختلف خاص من بكرة ابتديك نادي أهلي بشكل مختلف بستايل مختلف بالعيبة مختلفة تماما أعتقد ان نادي أهلي فترة رجاء هتبقى فترة موفقة بالنسبة لي إن شاء الله مشكرك شكرا جزيلا أفتقدك بكرة شكرا نحن دوني ننزل لدرجة تالية شكرا مشكرا شكرا مبارنة زيتما اتفقنا لحد حضراتكم براءها الإن شاء الله ناد الأهلي أخذها لملحمة الجدية زي ما هي deficiency ناد الأهلي قاعدنا اخذنا ثلاث نقطه أهم جدا بعد ناد الأهلي داخلية تاريخ لا يأثق المام Herries لا يستهان بيه في قطة الديفاعات لipherte العالم وحسان باولو نادي كبير جدا برضو ما نستغرش بيهخلص بيهحرز أداف أو بجيه أداف من أنصاف الفرص هداف الدوري جديدة هدف الدوري في نصفتين فاتوا خدهم مع نجوم كبيرة جدا يعني أو تفوق عن نجوم كبيرة جدا حسان بولو صاحب أسرع هدف الدوري الممتاز خدها من بحاجات بسيطة جدا لكن لا أقل لا لا ده جزء أقل من جزء مساني لكن هو يستاهل هو فعلا صاحب أسرع هدف الدوري الممتاز ما نستهونش بحسان بولو لأنه ممكن يحط بول من أي مكان أكيد محمد يوسف عمل حساب وكل التوفيين دلقال يشوفك بكرة بإذن الله على خير وتصبحوا على ألقاء